عنا الدليل واضح حاصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتكوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين يسعد مساكم مشاهدين جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم عنا الدليل على شاشة ايوان واليوم سنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية عن موضوع النصح باللين والطريقة المثلى والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم فيما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم هذه الآية فيها دلالة على أن لينه عليه الصلاة والسلام ما كان إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى ولو كنت فضا أي جافيا غريظ القلب أي قاسيه لن فضوا من حولك أي لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم لذلك طريقة النصح لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة اليوم نحن نشوف منكرات أخطاء من أشخاص فإحنا بدورنا نوجههم بدنا ننصحهم نؤمر بالمعروف ننهى عن المنكر أكيد لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقال ربنا في مدح هذه الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم وهذا فر علينا حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي كلياتكم تعرفوه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني أقل ما يلزم الإنسان عند العجز إذا الواحد مننا شاف منكر وقدر أنه غيره بإيده واجب عليه أن يغير هذا المنكر بيده ما استطاع بإيده فبلسانه ما استطاع فبقلبه أن ينكر هذا المنكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن الإنكار باللسان والعجز عن الإنكار بالقلب فلا يذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معناته هذا تدخل فيما لا يعني الإنسان بالعكس هذا أمر فرض علينا ولكن إحنا عم نتكلم اليوم بالحلقة هاي عن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريقة النصح اللي إحنا عم نقدمه للآخرين لأنه الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الشخص اللي عم نؤمره بالمعروف ومنهي عن المنكر يرتدع ويرجع للصواب هذا هو الهدف اليوم في بعض الطرق اللي عم نشوفها من بعض الأشخاص في طريقة إنكار المنكرات بتكون منفرة للأشخاص اللي عم بيسمعوا فبالتالي عم بيبعد بزيادة بيقول له بديش أرد عليك بديش أسمع منك لا تحكي معي وما بيبطل الشغلة الغلطة اللي هو عم بيعملها لأنه نفر من أسلوب الشخص اللي قاعد بيحكي معه فإذن الدعوة إلى دين الله فيها فن وفيها حكمة ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك شوفوا الآية ما أعظمها الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك هذا فيه درس لأننا نعرف كيف نحكي مع الناس نعرف كيف نوجه الناس حتى لما نشوف أخطاء الآخرين نعرف كيف نوجههم ونأخذ بإيدهم للطريق الصحيح لأن الأسلوب صدقوني بيفرق مرات إمكان أنت تكون الكلام اللي عم تحكيه مظبوط وما عليه أي غبار أنت بتحكي صح مية بالمية بس أسلوبك غلط فبتيجي بتقول يا أخي أنا مش عارف ليش الناس ما بترد علي عم نؤمرهم بالخير بيهربوا مننا ما عم بيتقبلوا مني ليش ما عم بيتقبلوا مني ليش ما عم بيتقبلوا منك ارجع لأسلوبك الأسلوب مهم جدا لأنه أنت بدك توصل لقلوب الناس الأساس والأصل أنه كل واحد بتكلم بالصواب لأنه في ناس بتنكر أشياء على أشخاص وهذه الأشياء مش حرام ومش غلط لأنهم ماشيين بطريق غلط فبتلاقي عم بينكر أشياء هي من الخير مثل ما تكلمنا في الحلقات الماضية مثل اللي عم بينكروا علينا إحنا أهل السنة والجماعة احتفالنا وحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام في مشارق الأرض ومغاربها الأمة الإسلامية تحتفل وتظهر البهجة والسرور بذكرى المولد النبوي وهذا مش منكر هذا فيه خير وفيه ثواب ففي ناس تيجي بتنكر هو أنا ما بنقول الله أنت أسلوبكم غلط بس كلامكم صح لا لا أسلوب ولا محتوى ولا المبدأ كليات عندهم غلط إحنا لما نحكي عن إشي فعلا هو منكره هو غلط وإنت بدك توجه الإنسان للطريق الصحيح وهذا الخطاب مش بس للدعاء هذا خطاب أيضا للأهل اللي عم بيوجه ولادهم وبيرب ولادهم هذا خطاب للمدرسين والمدرسات في المدارس والجامعات هذا خطاب لكل التربويين خطاب إلنا جميعا إحنا في طريقة حديثنا مع الآخرين لأنه أكيد كل واحد فينا فيه إلو ناس عم بيطعاطى معاهم فيه إلو معارف فيه إلو أصدقاء بيحكي معاهم بيأخذوا بعطي معهم بدي يكون عندك أسلوب حسن ولبق في طريقة مخاطبتك مع الآخرين عشان ما تهرب الناس من حواليك عشان الناس ما تنفر منك وتهرب منك مرات مثل ما قلنا بيكون المحتوى غلط والأسلوب غلط ومرات بيكون كلامك صحيح أنت عم تنكر منكر مزبوط وكلامك مية بالمية صح وما عليه أي غبار ولكن طريقتك في إنكار المنكر مش زابطة فمنرجع للآية ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك إذن الأسلوب السيء وعدم انتقاء الأسلوب الحسن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هروب الناس يؤدي أن الناس ما راح تسمع منك ويمكن يكون هذا الإنسان بتقبل ولكن اللي خلاه ما يتقبل أسلوبك وطريقتك المنفرة خلته يهرب منك فإحنا بدنا دائما ندير بالنا على أسلوبنا في طريقة حوارنا وخطابنا مع الآخرين حتى جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال في بيان يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان المصطفى عليه الصلاة والسلام مثل ما بتعرفوا إحنا نتعلم من النبي نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول هو القدوة نقتدي به في طريقة تعامله في طريقة خطابه في طريقة دعوته إلى الحق والخير في صبره عليه الصلاة والسلام على الآخرين يعني قديش النبي عليه الصلاة والسلام لاقى من الصعوبات أثناء الدعوة الإسلامية أثناء دعوة الناس إلى الخير ولما عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقابلوه بالسباب ويقذفونه بالحجارة صار يدعو لهم يقولوا اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون هاي هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكل إنسان داعية لابد أن يتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام عشان كلمته توصل ويصلها لأكبر عدد ممكن يعني الهدف مش بس إنك تحكي الهدف إنه أنت توصل كلامك للقلوب إنك تأثر في الآخرين بهالكلام الطيب اللي أنت عم تحكيه تكملها بأسلوب حسن في طريقة إنكار المنكر يعني إحنا عم نحكي عن مرات أنت بتصبح على واحد بس أسلوب عن أسلوب بفرق بتلاقي حتى لما أنت عم تحكي له صباح الخير بقول لك يا أخي ليه شيك عم تحكي معاي بيزعل منك مع أنك أنت لا سبيته ولا غلط فيه بس تفرق صباح الخير أو مساء الخير عن صباح الخير فعلياً أي واحد فينا لما يسمع واحد يقول له بهالأسلوب بهالنفس بهالطريقة يقول له صباح الخير بقول له ما لك علي ليه شيك عم بتعاملني بقول له شو ما لك غلطنا معاك عم بقول لك صباح الخير وين اللي لا هو مراده عن أسلوبك في طرحك لهالكلمة حتى لو كان كلامك صحيح ولكن الناس بتهرب وبتنفر بتتدايق من الأسلوب من تعبير الوجه تعبير الوجه أكيد لها الاعتبار فيه ناس بتلاقيه بيحضر محاضرة لإنسان بقول لك والله أنا حابب أكمل المحاضرة وفعلاً حاب أسمع له وحاب أغير بحالي للأحسن وفيه ناس بقول لك عمي بديش أسمع طب ليه؟ بنرجع من للاقي الأسلوب الأسلوب فيه ناس بتلاقيه حتى الدعاء بنحكي لما يكون أسلوبك هجومي والجحرة بعينك بتتطلع على الناس اللي قبالك بتجحرهم وتقولهم أنتوا وأنتوا كذا وهاي وبتعاملهم على أنه أنت أحسن منهم يعني عم بتوصلهم رسالة أنه هم ولا إشي أنه هم حثالة وأنه أنت أرقى منهم بكثير وأنت عم بتخاطبهم أنه أنتوا حالتكم بالحضير ما عم تأخذ بإيدهم ما عم تأخذ بإيدهم مد إيدك لإلهم شوف الدعوة إلى الخير لما يكون الإنسان عم بيخاطب الآخرين بالنين بالابتسامة غير لما يكون عم بيتش حرفيه يقول له يا خبيث يا ملعوم تعمل كذا وكذا هداك بقول له إذا لم يخلص بديش شيء أسمع منك بنفر أما رجل له أنا بدي أحكي معك كلمتين بسمعك أنا مرة صار معاي موقفي كنت ماشي فكان فيه اثنين بتهاوشوا فواحد منهم سب رب العالمين والعياذ بالله شوفوا قديش المنكر يعني أشد المنكرات أشد المنكرات الكفر فهذا الإنسان وقع في الكفر فارق ملة الإسلام حتى لو كان غاضبا حتى لو كان مازحا حتى لو كان جاهلا بأنما سبت الله كفر وقع في الكفر وفارق ملة الإسلام وإذا مات على حاله يخلض في نار جهنم إلى أبد الآباد وهذا مما تفق عليه العلماء بلا خلاف ما في خلاف بهذه المسألة واحد إذا بيسب الرب فارق الإسلام ما فيه حتى لو بيمزح ولا معصب لأن الله عز وجل قال في القرآن وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ واليوم مثل ما أنتم شايفين قد يش فيه مثل هالمنكرات قد يش فيه ناس عم بتسبب الرب وبتسبب الدين وبتكفر برب العالمين على أي مشكلة تافة بتسير معه بالشارع إذا واحد زمر له ولا واحد يتطلع فيه بقول له ما لك تطلع فيه بعدين بروح بكفر منتشر هذا في بلاد المسلمين منتشر صار ولا حوله ولا قوته إلا بالله طيب إحنا بدورنا بدنا ننكر المنكرات أنا سمعت وسب رب العالمين الواحد بيقشع البدن لما يسمع واحد زي هيك أعوذوا بالله شوفوا الكفر شوفوا الكفر فهلأ إش بيقهر يعني هلأ في ناس بتضايق لأنه يعني كلمة فضيعة جدا بروح بضربه بقول له ياللي ما بتستحي يا كذا يا كذا بضربه بكسره وفيه أسلوب آخر أنا شو عملت روحت لعنده بتقول له بدي أحكي معك كلمتين هيك مديت إيدي إلى إيلو بدون ما أكون معصب أنا من جوه معصب صراحة قلت بس ما أظهرت قلت له بدي أحكي معك كلمتين طلع عليها قال لي شو بتقول له بس كلمتين تعال قلت له أنا بحب لك الخير وبرد لك الخير وبيدي إياك تسمعني بهالك كلمتين مسبة الله كفر خروج من الدين شو ما كان الواحد عنده مشكلة وشو ما صار معاه يعني سيدنا بلال كانوا يضعون الصخرة على صدره لينطق بكلمة الكفر شو كان يقول كان يقول كان يقول أحد أحد كان ممن أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وناس يكشط لحمهم عن عظمهم وينشرون بالمنشار شو قال الرسول قال لا يصدهم ذلك عن دين الله تقول له شو ما كانت المشكلة الواحد ما بيبعدينه ما بيكفر برب العالمين فتقول له الذي يسب الله يكفر ويفارق ملة الإسلام وأنا بحب لك الخير تشهد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله بنية الدخول في الإسلام تراجعا عن هذا الكفر الذي صدر منك لأن طريقة الدخول في الإسلام لا تكون إلا بالنطق بشهادتين أما إذا واحد سب الرب بعدين قال أستغفر الله العظيم هذا لا يرجع إلى الإسلام يبقى كافرا لأن الاستغفار باللسان لا يرجع الإنسان إلى الإسلام طريقة الدخول في الإسلام النطق بشهادتين فشو قال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله أنا هنا فرحت جدا أنه رجع إلى الإسلام بعدها صرت أحكي معايا أنه كيف الواحد بده يهدي وحاولت أنه بعدين أحل المشكلة اللي بيناتهم قلت له شو في بيناتكم أنا قلت شكله مشكلة عويصة لأهالدرجة كان معصب قال لي أخذ إبضاعة ورد رجع بعدين رجعت له المصاري بعدين مش عارف شو عنده محل شغلة يعني سوالافة طويلة بتكون شيئا هتعرفوها المهم النهاية إيش الخلاف وين الخلاف أنه المصاري ناكسين ليرة دينار في لخبطة بالإحساب بينه وبينه لا رجعت لي لا ما رجعت لي عشان دينار عشان لخبطت دينار سب رب العالمين والعياذ بالله يدعى على شوفوا المفارقة بين ناس انحط الصخر على صدورهم بين ناس ما بيكفروا ناس ينشرون بالمنشار لا يصدهم ذلك عن دين الله يكشت لحمهم عن عظمهم لا يصدهم ذلك عن دين الله وهذا وبعض الناس بزمور سيارة ولا واحد تطلع فيه ولا لخبط معه دينار بسب رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله هلأ موضوع الأسلوب لو أنا رحت قلت له فعلا انك واحد ما بتستحي واحد سيئ ويا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا بعدين قلت له هذا كذا الحكم كذا غالبا مش مسمعاش مني ليش لأنه خلص ما دايق مني انه كيف انت بتغلط عليه بتعرف تأخذهم العزة بالإثم أما لما أجيله بأسلوب هه يعني أنا بدي أخذ بإيده بالنهاية رضي يسمع مني فبأي موضوع لما تشوف واحد غلط الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي عافانا مش تروح تدعس عليه يا واطي يا كذا يا ها كيف تعمل هيك فعلا إنك واحدا بتستحيه مش رح يسمع منك ما رح يسمع منك إلا ما ندر يعني غالبا غالبا الأسلوب اللي هو الذي يدخل إلى قلوب الناس والناس يتراجعون عن الخطأ إذا كلمهم الإنسان بأسلوب لي وهي يعني كما قال أحد الصالحين في طريقة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كان يقول اسلكوا طريق المعروف في النهي عن المنكر طريق المعروف في النهي عن إيه في النهي عن المنكر الكلمة الحلوة طالعة وفي ناس الكلمة الحلوة بيطلع الكلمة البشعة لا أنت أحكي الكلمة الحلوة إذا كان هدفك إنك تنقذ الناس إنه الناس ترجع عن غلطهم اعرف كيف تحكي مع الناس اعرف كيف تخاطب الناس وإحنا عم نحكي هاي سواء كان مع إنسان غريب مع صديق مع تلاميذك مع أولادك مع أي شخص أنت عم بتخاطبه بالنهاية هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان يعني ابنك مهو إنسان الشخص الغريب مهو إنسان هذا بيحتاج إلى الطريقة الصحيحة واللينة في طريقة الخطار وهذا نفس الإشي ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضوا من حولك فاصل نرجع ونكمل معاكم حديثنا في طريقة النصح باللين والأسلوب الحسن عن الدليل يسعد مساكم جميعا مشاهدين الكرام متواصل معاكم في حلقة اليوم عن طريقة تقديم النصيحة للآخرين نحن نرجع دائما لخلق النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة النبي لأنه هو الذي يقتدى به وجاء في صحيح البخاري كما قلنا من حديث أنس لما تكلم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الرسول قال سيدنا أنس كان أحسن الناس خلقا وخلقا كان أحسن الناس خلقا وخلقا هذه صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وبهذا الحديث وغير من الأحاديث مما روي في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام يتبين لنا ويظهر لنا أن الرسول كان على الأخلاق الحميدة على الأخلاق الحميدة حتى جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قالت كلمة يعني فعلا جامعة لما سئلت عن خلق الرسول قالت كان خلقه القرآن يعني كل خصلة خير أمر الله بها في كتابه الكريم أمر عباده بأن يتخلق بها في القرآن الكريم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بذلك يتخلق بها ويعمل بها وكل صفة نهى الله تعالى عباده عنه كان الرسول يتركها حتى قال عليه الصلاة والسلام معلما لأمته وموجها لهم إن الله يحب الرفق في الأمر كله هذا الحديث في صحيح مسلم إن الله يحب الرفق والنصيحة أكيد بحاجة للرفق ترفق بالآخرين والرفق خلاف إيش شو ضده العنف والله عز وجل يحب بعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتبع أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتد بالنبي حتى يكون متخلق بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا أمر هذا الإنسان غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق وليس بطريق العنف لأن كثير من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق بيتقبلوا بيتقبلوا الأكثر يتقبلون أما إذا استعملت العنف معهم استعمالوا العنف العنف مع الآخرين غالبا يؤدي إلى نتيجة غير مرضية غير مرضية في أكثر الأحيان الناس تنفر من طريقة العنف فدائما أسلقوا طريق المعروف هذه العبارة احفظوها أسلق طريق المعروف في النهي عن المنكر دائما تذكروا هذه العبارة دائما تذكروا هذه العبارة الرفق في النصيحة تحتاج إلى الرفق في كل أمر أردت أن تخاطب به الآخرين فأنت تحتاج إلى الرفق اللين الطريقة الحسنة لما بدك أنت تنصح إنسان ترك فرض من الفرائض التي أمر الله عباده أن يأتوا بها بدك تعرف كيف تخاطبه كيف تخاطبه لأنه شو الهدف أنت الهدف أنه يرجع للصح إذا كان تارك للصلاة يرجع يصلي إذا استعملت هذه الطريقة طريقة اللين إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه يعني غالبا ما حيعاندك الشخص هذا وغالبا حيتقبل منك وإذا بدك تنكر منكر واحد عمل شغلة حرام بدك تنكرها بدك تعرف كمان كيف تخاطب هذا الإنسان إذا استعملت مع طريقة الرفق على الوجه اللي ذكرنا برضو كان ذلك أقوى حتى يمتثل للنصح ولهذه الطريقة التي أنت استعملتها يعني غالبا ما ينتهي عن هذا المنكر لأنه أنت استعملت معه طريقة جميلة أثرت في قلبه برضو كما من الرفق أنك تطلع لحال الشخص اللي أنت عم تحكي معاه اللي بدك تنصحه بدك تقدم له نصيحة لأنه أحوال البشر بتختلف الآن في ناس بتلاقيه من الإشارة بيفهم استعمل معاه الإشارة واحد إلا تصرح معاه في الحديث بدك تصرح معاه في الحديث بس بإيش؟ بطريقة اللي يقبلها لأنه مثل ما قلنا كثير من الناس تأخذهم العزة بالإثم فهذا الأمر بيمنعهم بسبب الكبر بسبب التكبر بيمنعهم عن قبول الحق حتى لو عرفوا أنه أنت عم تحكي معهم صح بس خلاص بدون يداقر لأنه ما عجبوا الأسلوب وقدش في ناس طريقة العنف معهم بتأدي إلى أنهم يعاندون وأحيانا يكفرون أحيانا يزدادون فسادا الطريقة طريقتك في خطابك معهم قد توصلهم أنه يزيد في الإثم وأحيانا قد يكفر بالله قد يكفر بالله وفي أمثل كثيرة على هذا الموضوع كثيرة جدا منها أنه كان في رجل من ذوي الجاه كان في زمان سيدة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل اللي له منصب أسائل أدب مع مسلم في الطواف ومسلم عادي يعني ما كان من أصحاب الجاه مسلم عادي هذا أذاء أذاء فاقتص منه بهذا الرزول في زمان سيدنا عمر لأن عمر كان يحكم بالعدل ما في أنه آه هذا واسطة ما شو هذا مش عارف شو كذا لا ما فيه حتى لو كنت من أصحاب الجاه يأخذ الحق منك فماذا فعله؟ هذا الذي كان صاحب جاه وسلطة في بلده ما أعجبه هذا الأمر؟ كيف يقتص مني من شخص هو أقل مستوى مني في أمور الدنيا؟ فماذا حصل منه؟ ارتد عن دين الله ارتد عن الإسلام ما تحمل؟ لأنه لم يتحمل أن يعني يقتص منه من قبل شخص من أحادي المسلمين مش من أصحاب الجاه والمناصب ومن الأسباب اللي بتساعد في النصيحة اللي بتقدمها لغيرك إنك إذا عرفت إنه هذا الشخص اللي بدك تنصحه ما بتقبل منك لأنك أصغر منه لأنه أكبر منك بمقام والدك مثلا وكان فيه شخص ممكن إذا استعنت فيه بتقبل منه فيك تستعين بهذا الإنسان لأنه كلياتكم أكيد سمع ممكن هالعبارة لما تيجي تحكي مع واحد بيكون كلامك صح بيقول لك أنت جاي تعلمني قد أولادي منت منت قد أولادي جاي أنت تعلمني أنت بتفهم أكثر مني حتى في منهم بيستعملوا المثل اللي هو غلط بغلط اللي بيقولوا فيه أكبر منك يوم أفهم منك بسنة مين لحكي لكم هالكلام؟ يعني مثل مثل أبداً مش صحيح ما في قاعدة ولا حدا من أهل الفضل قال أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة هذا حكي فاضي بس في ناس خلص ما بتقبل أنه يسمع من واحد أصغر منه إيه أنت قد يجي يقول لك قديش عمرك أنت إيه الشغلة بالعمر؟ يعني إلا دايماً اللي أكبر مني بد يكون أفهم مني مش بالضرورة فإحنا بدنا نتلطف بهؤلاء الأشخاص نعرف كيف نحكي معاهم وإذا كان ما بتقبل إلا من واحد يكون يعني من جيله فينا نلجأ لشخص نستعين فيه حتى ينكر هذا المنكر ويحكي معاه بأسلوب لين وبطريقة حسنة حتى يتقبل منه هذا الإنسان حتى يوصل له هالرسالة ويتقبل منه لأنه الهدف شو قلنا إحنا؟ أنه يوصل للرسالة ومن أهم الأمور للي يعني حتى إحنا نوصل موضوع الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه ما ينواحد يظهر العلو على ذلك الإنسان أنه أنا أحسن منك أنت بتعمل هيك أنا بعمل شيك أنا أحسن منك لأنه إذا شعر بهذا الأمر أنه أنت عم تحكي معاه بتعالي وفوقية تحكي معاه بتعمل هيك بتعمل هيك بتحسس أنه أنا أرفع منك وأحسن منك فقد يؤدي به ذلك إلى عدم قبول الحق برضو كمان بدك تحكي معاه تكون متواضع تواضع مش تحكي بين فوقية تواضع دائما تواضع ومن الطرق المهمة أيضا أنك تنصحه بينك وبينه مش على العلن في ناس اللي صاروا على السوشال ميديا بدوا يقدم نصيحة بنزل هاي نصيحة لفلان لفلان لأنه شفته بيعمل كذا فضحته للزلمين فضحته أو كان في قاعدة تروح تقول والله ما أعمل شغل غلط بدي أنصحه قدام كل هالموجودين رحت قلت له ترى يا فلان اللي عملته واحد اثنين ثلاثة هذا غلط والصح كذا يم شهر فيه قدام كل هالناس يعني اللي بدريش صار يدري مش هي يعني أبدا مش هذا أسلوب صحيح في طريقة النهي عن المنكر دايما النصيحة بتكون بينك وبينه بينك وبينه وصدق من قال إنصح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح إنصح ولا تفضح إنصح ولا تفضح عاتب دون أن تجرح طريقة خطابك ما بده يكون فيها تجريح واحد وبده يكون نصيحة مقدمة للشخص بينك وبينه ما تفضحه إلا في حاله إذا كان مثلا يعني كان هو تكلم بكلام أمام كل الناس وهذا الكلام خطير وضد الدين مثلا أو كلام أعطى شيء مثلا معلومة خطأ مثلا وهو أصلا حكاها قدام الحاضرين فإنت بحاجة إنك الآن ترد عليه وتبين له تقول له هذا غلط والصح كذا وحتى كمان الحاضرين اللي صاروا سامعين الكلام هذا منه يعرفوا شو الصح من الغلط فهيك بتحكي قدامهم نعم فهي على حسب الحال على حسب الطريقة إذا كان الأمر يحتاج إنك تحكي قدام الناس بتحكي قدام الناس بالطريقة اللي بتقبل منها الناس أما إذا كان ما بيحتاج إلا إذا يعني ما سمعوها منه ما شافوا عليه هذا الإشي ما حكى قدامهم هاي المعلومة الغلط بتحكي بينك وبينه يعني دائما تطلع على الشخص بتشوف كيف الطريقة اللي بتنصح فيها بتقدم هالنصح لهالإنسان أحيانا الشخص اللي بيكون عنده غضب شديد الآن وبدك تؤمر بالمعروف وتنهى عند المنكر إذا كان خطابك معه الآن قد يزيده يعني فسادا أو يقع من منكر يعني هو وقع في منكر فبتخافي إذا كلمته الآن يوقع في منكر أعظم منه فيصير عدولا من الفساد إلى الأفسد استنى انكر بقلبك واستنى اللحظة المناسبة اللي تحكي معاه فيها تستنى اللحظة المناسبة اللي تحكي معاه فيها هاي نقطة كثير مهمة هاي نقطة كثير مهمة عشان نرجع لنفس الموضوع إنه هو إنه أنت الهدف إنه يتقبل مش الهدف بس إنك تحكي مش الهدف إنك تحكي الهدف إنه يتقبل الهدف إنه يتقبل نطلع على حال الإنسان الصغير فيه إلو طريقة خطاب الكبير فيه إلو طريقة خطاب المعصب مرات إذا خفت إنه يوقع في منكر أعظم باستنى شوي بعدين بحكي معاه بس يروق عشان عشان يسمع مني أحكي بيني وبينه للشخص مش أفضحه قدام الناس على ما أسمع من الحضور الكل قاعد بسمع فهذا أثرت فيه بيقول لك يام فضحتني قدام الناس فقد يؤدي إلى إيه إنه ما يسمع منك خلص بطل بده يسمع منك هالكلمتين ما أنه عرفنك تحكي حق قد يكون عرفنك تحكي حق بس خلص صارت الشغل دقارة بدون شي يسمع منك فمهم جدا أنه إحنا نراقب أنفسنا في طريقة خطابنا مع الآخرين ونرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة خطابه في إنكار المنكرات وفي طريقة خطابه في الأمر بالمعروف حتى نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ومن توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته حتى نطبق ذلك على أنفسنا في طريقة إرشاد الآخرين إلى الصواب نأخذ ذا اتصال ألو ألو أهلا أيها أهلا وسهلا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بدي أحكي أنا عن النصيحة أنه مرات لما تنصح الواحد تحكي له عن الصلاة أنه يعني سلوا أنه الله يحجينا وأنه في عذاب وهذا بيحكي لك أنه آه إن شاء الله الله يهديني أو مثلا بتحكي له أنه يلا خلينا نروح على الصلاة خلينا توضى ونصلي أو نبلش من جديد المدة نصلي بصفحة جديدة بيحكي لك أنه إن شاء الله الله يهديني وأنه الله ما بيهدي الواحد يعني وأنت قاعد مكانك بدك تتحرك بدك تصلي مرة عمرة بتتعود بس في ناس ما تتحمل النتيجة يعني النصيحة ما تستقبلها هلأ الأشخاص اللي زي هيك مثلا في ناس كثير اليوم بس نحكي له يا فلان صلي يا فلان صم يا فلان افعل كذا من أبواب الخير من أعمال الخير من الأمور التي فرضها الله على عباده بيقول يعني بس ربنا يهديني المهدي من هداه الله بيقول المهدي من هداه الله والكلمة هي صحيحة المهدي من هداه الله ولكن بهالحالة شو منقول له منقول له طيب ليش ما تقعد بالبيت ولا تروح تشتغل خلي قعد بالبيت الله تعالى هو الرزاق شو حيقولنا بيقولنا نعم الله الرزاق وأنا بعرف هذا الإشي وعندي يقين فيه ولكن احنا بدنا نأخذ بالأسباب بدنا نأخذ بأسباب الرزق فما منشوفه قاعد بالبيت عم بيطلع على الدوام بروح بيشتغل عشان يأمن مصاري وهو على يقين بأن الله هو الرزاق ولكن بيقول أنا بدي أخذ بأسباب الرزق والله هو الرزاق فمنقول له كما أنك أخذت بأسباب الرزق والله هو الرزاق لما لا تأخذ بأسباب الهداية ونحن على يقين بأن الهداية من الله الهداية من الله بس مثل ما عم تأخذ بأسباب الرزق يا أخي خذ بأسباب الهداية خذ بأسباب الهداية خذ بأسباب الهداية الواحد كمان بده يحرك حاله يسعى إلى هذا الطريق كيف بده يسعى في علم الدين أنا بدي أروح أحضر في مجالس علم الدين الصحيحة أتعلم علم الدين لأن هذا من الأشياء هاي الأمور هاي الأشياء بتأثر فيه حتى أسلك الطريق الصحيح أعرف الصح والغلط أميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة بين طاعات والآثام بين الحلال والحرام فأنا بدي أخذ بأسباب الهداية أصاحب ناس صلحاء طيبين صالحين عشان إيه؟ عشان يأثروا فيها هاي من باب الأخذ بالأسباب حتى أسلك طريق الهداية أما أنا أروح أقعد في بيئة غلط مع ناس سيئين جدا بعدين بيقول يعني ما هي الهداية من الله المهدية من هداه الله بس أنت أنت عم تروح بتزد حالك في بيئة غلط بدون ما أنت تخذ بالأسباب خذ بالأسباب أسباب بالصحبة أسباب في تعلم علم الدين في أمور كثيرة تؤثر فيك شوفوا إذا واحد بصليش إذا أصحابه كلهم ما بيصلوا قد ما يخطر عباله أنه يصلي متأثر من أصحابه لما يكون واحد ما بيصلي وكل أصحابه بيصلوا لما يطلعوا طلعه دخل وقت الصلاة كلهم قاموا يصلوا أو كانوا قاعدين ببيت واحد فيهم كل ياتهم قاموا يصلوا وظلوا قاعد كيف بيصير؟ بيصير هالقدة بيستحي بيقول إيه؟ بيصير حتى يراجح حاله بيقول كلهم بيصلوا إلا أنا ليش طيب؟ مرة على مرة يمكن من أول مرة أو من ثاني مرة بيستعي على حاله بروح بتوضع بيصلي وكل ما يطلع معهم عم بيصلوا عم بيقوم بيصلي شو صار؟ صار تعود على هذا الأمر حافظ على الصلاة بينما لو بيطلع مع شباب كلهم بيذكرون لو كان ما بيشرب هذا بيقوله جرب لك كاس من هون هذا بس شفه بس تطلع من المود لأنه أنت شايفينك هيك مضغوط نفسيا وبتعرفوا هلا مين ما بتقعد معه بيقولك مضغوط نفسيا والوضع صعب وزهقان وطفشان ومنكد ومش عارف شو فبيحاولوا ويطلطوا عليه أنه أنت هيك بتطلع لجو تنبسط فيه بيقنعوه بالخمرة بروح بيشرب الصاحب ساحب يا بيسحبك للخير يا بيسحبك للشر ونقول كما أنك تأخذ بأسباب الرزق فخذ بأسباب الهداية كمان اتصال ونقول كما أنك هذا أنا سامح حالي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا عسان طيب أبو إبراهيم بيحكي معك الله يسلمك شيخنا عن نقطة أول إشي بدي أحكي لك ما شاء الله عليك بربة فعلك لتبوع الماضي أو اللي قبل لما واحد حكى معك الله يعطيك الصحة حبيبي الله يعرف ما شاء الله رمك الله الله يوفدك ويسر أمه ربك يفتح عليك كمان وكمان الماضي السريع كتير بدي أحكي على نقطة أنت الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يعني شيخ أنا ما فيه في الأمور وصرنا زي اللي بدي أحكي مع الناس وما بده الله لا يجعله ستر مخبة إحنا هيك أمو أصرنا هاي الأيام مفينا ديننا دين مودة دين رحمة إنت حكيت كيف كل واحد يعني لصغير إليه خطاب اللي كبير إليه خطاب العصري إليه خطاب اللي ربان إليه خطاب ما زوجتك فيه إليها خطاب مية بالمية مفينا الأمور كلنا يا تحاهاي وصارت وظيفتنا إنه الله لا يجعله ستر مخبة لازم أفضحوا أنا وبقدر إذا تسمح لي فيه تار معنا موقف للجامع يوم الجمعة بس كمان يعني دخل واحد عن البركة ما بدي أحكي أكتر هو عن البركة دخل صلة طلع أتعدى عن المصلين هو عن البركة شبه عن البركة وجه بس كموا طلعوا بره الجامع ما خلقه الصلاة إجا المؤذن هاي حيه هذا وفتوا كيف تعبره قابل المصلين هذا ربنا شفتوا كيف عاقبه ويقولوا أنا ما نجعله ستر مخبة ما نصير تحكي عنه هو مخه أنا نجده ما نوز أن فيه أسلوب نحكي فيه مع بعض جلنا دي مودة ورحمة على منابركم يا ري تتأكدوا إنه فيه إشي اسمه مية يسبخ كل شيء فيه إشي اسمه طريقة عشان أوصلوا لبني أبا من جبالي نبقى على السلاطة والسلام لما كان بحكي مع الناس مش مع كل الناس كان يحكي بنفس الطريقة المتعلم كان بحكي معه إشي والجاهل كان بحكي إشي فيه خطابه مع المثل مين طريقة فيه خطابه مع أبو لاهب وأبو جاهل الطريقة الأصوات مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يفهمون حدثوا الناس بما يفهمون ويعني حتى طريقة شوف أنت عم تحكي بالمسجد يعني طريقة الخطاب وطريقة التوجيه المطلوب تكون جميلة يعني مرات فيه أطفال أولاد صغار بدخلوا المسجد تصرف هالولد صيح لعب عمل شغلة مرات بنكب عليه وكأنه زلم كبير يلي ما بتستحيب قوعك اطلع بره ما تدخلش هون أزعجتنا عملت لنا سويت لنا وبنهالوا عليه بأسلوب فض جدا طيب الولد تأكد تماما الولد تأثر نفسيا عم بربط صار أنه هذا الموقف وصيحوا علي وها وشوني وين جوا المسجد صار هو بنفسه منه هو صغير بديش أروع المسجد لأنه بربط موضوع أنه هالحادثة صالت معي بديش أروع المسجد صيحوا علي بيصير يشوف بس يشوف إمام مثلا بيصير بيذكر هذاك اللي هو هاوش شوفوا الموضوع مرات بيشوفوه صغير الناس ولكن تعرفوا أنه أكثر أكثر حالات المشاكل النفسية اللي بتصير مع البشر بيكون من موقف صار معاه من طفولته من موقف أثرت فيه أنا في ناس أغلب الناس اللي بيوكلوش لحمة يا عم يجر بس قطعة اللحمة أبدا ما بحطها بثمي ارجع وتسأل ليش يعني شو السبب موقف وهو صغير وهو صغير شاف خاروف مثلا بن ذبح أثر فيه مثلا أحنا أعطيك مثال يعني ولد بدو يشره على المسجد صار معاه موقف في المسجد واحد زلم كبير مهاوشه وقال له اطلع برة وسمعه كلمتين جحره ترك أثر بنفسه هذا الأثر قد يبظل معاه ليكبر فيه ناس بيقول لك يا أخي أنا الشيوخ ولد قاعدني مع شيخ بديش شيوخ يا عمي أنا بديش أقعد معهم ما لهم شيوخ لما يكون شيخ صح ولكن هو شاف واحد اثنين ثلاثة أربعة هو خلص أنه بلحي وكذا كان فض ويا ويلك من الله يا عدو الله يا خبيث بيقول له لعنة الله عليك يا فأجر يا فاسق إلى نار جهنم وبئس المصير يا عدو الله بيكون هذاك بلطرونه ممزوع ومسحل بلطرونه وعامل سوالف مش عارف شو وعامل دنبي بنهال علي به هالطريقة هاي صار عنده خلص براسه أنا شيوخ بديش أقعد معهم مع أنه مش هيك شيوخ وحدة مش محجبة يعني أنا في ثنتين قالوا لي كنا ماشين إيجا أنا فيه كان شيخ ماشي بقبالنا إيجا قال لعنة الله عليك إيه هذا هو أسلوب الأمر بالمعروف أنه على المكر لا مش هاي هي مش هذا هو الأسلوب اللي علمنا يا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تصرف فردي فديروا بالكم إحنا من غار على ديننا يا جماعة ما يتيجوا تقولوا شوفوا الإسلام لا هذا تصرف فردي ما نلسق الموضوع بالإسلام الإسلام بريء من هذه التصرفات إحنا أي واحد أي واحد بغلط بده يكون عندنا أسلوب فيه نأخذ بإيده والطفل لما يغلط بدنا نعرف كيف نأخذ بإيده عشان ما تترك بنفسيته أثر اللي يصير يبطل بده هاي الشغلة بس لأنه خلص صار فيه موقف دايقه أزعجه هاي النقطة كثير مهمة وياريت أئمة المساجد والدعاء يعرفوا كيف يعني يكون يعني يكون خلص في منهجية يعرف كيف يدعو غيره إلى الحق شفت واحد غلط يا عمي مش بدك تنقض عليه زي اللي مسكت فريسة باللين بالرفق شوي شوي خذ بإيده حدثوا الناس بما يفهمون بد يكون في في أسلوب راقي في التعامل مع الآخرين إذا كانت نيتك وهدفك أنه ينصالح كمان اتصال ألو ألو أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك تفضل أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ميت أهلا فيك شيخ أنا صدفني الموقف اللي انت حكيت فيه نعم اللي هو أنا كنت من الناس اللي بتشرب خمر نعم كنت من الناس اللي بتشرب خمر وسلسل يعني وأجاني شيخ وهداني أجاني شيخ هداني للهداية الحمد لله بس يا ريت تسمعنا من من التليفون بعد ما فدت عالجامع بدي أصلي عشان عم بيصير في تأخير أهلا لقاني شيخ تاري بيقول كيف الدخله هذا السكرجي آه قال كيف هذا هامل كيف نكون دخله عالجامع هو كان سرسري نحونا ولا قوة يعني أنا متابع برنامجك من أول مبارح وعجبنا النقاش طبعاك وأنا عشان هيك حبيت قرن عليك وأنا من يوميتها ما دخلت الجامع من وراء الشيخ هذا سبحان الله سبحان الله العظيم يعني أول إشي برجع بعيد هذا التصرف فردي ما يخليك تتأثر المساجد بيوته الله مش ملك لإله اللي يصير يحكم على الناس وقد قد يكون واحد بيشرب خمره وتاب إلى الله في ناس بيقولك لا هذا أزعر سرسري هذا يا عمي تاب إلى الله وفي أشياء أنت بتعملها يمكن هو بيعملها تكون بس ما حدا شافه عرفت علي وتكون عند الله ذنبها عظيم جدا بس بيقولك يعني ما هو بحدش لقطني أي واحد فينا معرض للغلط أي واحد فينا معرض للغلط طب أنا غنطت وتبت خلاص تبت يا عمي بقولك لا هذا كائن سكرجي واللي فيه بقوله يا عمي تاب وآه هذا سكرجي إيه؟ طب بقوله الصحابة ردوان الله عليهم اللي هم أسيادك وأسيادنا كان قبل إسلامهم كفار منهم من يعبدوا صنم كافر برب العالمين منهم من كان يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هدايته ظلوا معيروه يقول له الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل مثل عمله يعني اللي بيعير أخوه بذنب تاب منه أي بعد أن تاب منه لم يمت حتى يعمل مثل عمل هذا الإنسان نسأل الله حسن الختاب وصلاح الحال إحنا بدنا نأخذ بإيد غيرنا مش ندعس عليه واحد تاب منفرح له مش نقول آه لا أنت مكاين أنت كذا وكذا تاب ليش يعني أنت يلي قاعد بتنظر وتقول فلان هذا كائن عامل سبعة وذنبتها مثل ما بقوله ليش أنت يعني ما بترتكب ذنوب الله ستر عليك فاستر على غيرك الله ستر عليك فاستر على غيرك وهذا الأسطوب الفض بلا منه كمان تصال ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا فيك يا أختي الشيخ أختي أعطيك ألف عافية الله يعني أبارك فيك يا شيخ أنا متزوجة الحمد لله من طفولتي الباكرة الحمد لله منتزمي بالصلاة ومن عائلة الحمد لله منتزمي جدا الحمد لله آآ تزوجت آآ إلي تقريبا خمسة عشر سنة نعم وزوجي كان بالبداية يعني مش ملتزم بالصلاة بس يعني كل ما يقدم هو عايش آآ بلجأش خلينا نقول وكل فترة وفترة ثمنه يجي نعم فالله أعلم إنه العقل يعني آآ أثرت عليه هاي الشغلة آآ مش بادر يلتزم أبدا 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 بالصلاة مع إنه يا شيخ قمة في كل شيء والحمد لله من رضا الوالدين حتى يعني لو مثلا الأبي بهدل ويها وشو شو ما كان الظرف يعني لا يمكن يشفع صوتوا عليهم الحمد لله يعني إلى حد ما قمة الأخلاق الشغلة الوحيدة المجدادة دين تزم فيها شغلة الصلاة إن شاء الله بيتكمل بموضوع الصلاة وبلش يأثر هذا الموضوع على ابني ابني من صف أول ابتدائي بيتوظى صح وبيصلي صح نعم بالجديد ابني عمره 14 سنة بلش مش إنه لتلت الصلاة ولكن إذا ما ها وشتوا على الصلاة يمكن إنه هم يصلي آآ مهو في نقطة مهمة جدا مثل ما بنشوف إحنا من ولادنا الولاد بيقلدوا أهلهم يعني بيشوف أبو بيعمل شغلة بروح بيعمل زيها بيقلد أهله بيشوف أبو قاعد بيحلق على المرأة بيوقف هيك بصير يعمل زي أبو بيمشي زي مشته بحط حاله هيك بيقعد زي قاعدته بيعمل حركة مثلا مثل ما بيعمل إذا أبو بيعمل حركة معينة بيقلده فلما يشوفوا ما بيصلي رح يقلده فيها مدام هو عم بيعامل الناس معاملة طيبة وبر بيوالدي مش معنات وهي بتغني عن الصلاة الصلاة عمود الدين أمرها مهم جدا 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 إذا بتفوتي عندي على قناتي على اليوتيوب أو عندي على صفحتي على الفيسبوك في حلقة بعنوان الصلاة في حلقة بعنوان الصلاة حضريه حضريه إياها خليه يشوفها لأنه بذكر فيها تفاصيل أمور إن شاء الله أي واحد تارك للصلاة بيرجع بيصلي حتى على قناة A1 TV أول حلقة لعناها من برنامج عنا الدليل في هذا الموسم عن موضوع الصلاة فياريت تحضريها موجودة برضو كمان عندي على صفحة على اليوتيوب ياريت يحضرها وأي شيء بدك يا رقمي موجود على الصفحة رقم المكتب فيك تتواصلي معي وأنا مستعد أحكي معاه وأنصحه وإحنا بالنهاية كلها بنا نتعاون نقدم النصح للآخرين باللين والأسلوب الحسن حتى نكون مؤثرين في الآخرين ومنذكركم بالآية التي أنزلها الله على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وإيجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفوق كل ذي علم عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا الدليل واضح حصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتجوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة